دكتور تامر الأهالي برضو إيه خليني كده أطرح كل الحاجات اللي يعني ما بنحبش نواجهها الأهالي بتعتبر إن ابنهم بيعمل حاجة مفيدة طول ما هو بيذاكر إنما إن رسم ولا شخبط ولا حاول يصلح حاجة ولا مسك شخخوش ودأ ولا قرر كده يبص على مين بيعمل إيه في الكهرباء إن ده تضيع وقت ويبقوا ضده وشايفين إنهم يعزين يعيدوه إلى الصواب بتاع أبا تسجحهم ولازم سنوية عامة ولازم جامع إيه رأيها؟ ده تفكير خاطئ جملة وتفصيلة أنا أشوف إحنا عندنا فيه فرق جديد في علم النفس اسمه علم النفس الإيجابي علم النفس الإيجابي ده يا فندم بيشوف ابني متفوق في أني القدرات ومهارات وأبدأ أنميه عنده ابني متفوق في الرسم ليه ما نميهاش عنده طب ما هو يمكن أدخله التعليم النظر ده والمذاكرة وكاملة فندم وما يجيبش المجموع ولا يخش كلية اللي أطمح إليها فبالتالي لو أنا دخلته الحياة التي تتوافق مع ميوله وقدراته ده بيتفوق فيها فأنا بناشر أولاء الأمور شوف ابنك متفوق في أني مهارة في أني فن في أني حياة في الحياة العملية واجهوا لها وحريك شايفة دلوقتي حريك دلوقتي الصناعي بيكسب أكتر من خريج الجامعة يمكن روح يعمل أي شغلة بيقبض أدي كلمة ما شاء الله من غير ناق يعني دكتور تامر تاني أنا بقى أم وابني بيأخذ الإعدادية وسمعت حضرتك دلوقتي وتحمست للتعليم الفني أروح فين واجه منين أنا محتاسة ما عنديش معلومات أعمل إيه يمكن حركة فني من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يخش الموقع بتاعها حيلاقي فيه دليل بالمدارسة الفنية التكنولوجية التطبيقية الموجودة في مصر سواء كحكومية أو خاصة وكل مدارسة إيه مميزاتها ويعيوبها خلي بالك مدارسة ذاتها فنهم الدراسة فيها مش نظايات طول الأسبوع في مدارسة نبيبقى فيه مصر يومين ثلاثة فيه مدارسة ويومين ثلاثة في المصنع تمام فبالتالي هنا بيبقى فيه دليل شامل ليه مدارسة ذات وبيتقول له مزاياها فيه بعض مدارسة على فكرة بتمنح فلوس للطلاب مكافأة داخلية فبالتالي دوت دليل إرشالي ليه وليه الأمر ويه الطالب إنه هو يلجأ ليها دي حاجة الحاجة تانية يا فنهم أصل لو أعمل سيرش على جوجل حيكتب بس المدارسة الكونيجة التطبيقية حيطلع له آلاف آلاف المقارات الموجودة عنهم وعن مزاياها ويه اللي الحاجة الكويسة اللي فيها يعني أنا عقدر أخش موقع وزارة التربية والتعليم أو أروح حتى الوزارة أسأل جايز ما بعرفش في المواقع أو حد أجيب حد يجيب لي معلومات حيطلع معلومات ترشدني مين وشمال إيه أفضل اختيارات لإبني لو أنا عايزة وديه تعليم فاني نفسي رأينا حكيم إبني متفوق في إيه ونوع المدارسة موجودة في المحافظة بتاعتي في إيه وخلي بقالك في مثلا مثلا زي الضبع كل الناس عايزين في مصر كولاي يروحوها ودي بتايب العدد معين فبالتالي أنا بحط الخيارات معينة من المحافظة أو يعني فاضل طبعا المحافظة اللي أنا بنتمي ليها ومدارسة اللي هي بتتوافق مع ميو الابني عشان في مدارسة محركة عارفة مختلفة في حاجة خاصة بيه تكون موجودة السيارات في حاجة خاصة بتكون موجودة الأغذية تكون موجودة الأسماك فبالتالي بشوف الحاجة بتتوافق مع ابني وعملها وخلي بلساتك المدارسة ديت معمولة بشكل لاطفي جدا إيه هو يا فندم إن هي بتشوف كل محافظة إيه الموضع الاهتمام فيها وبتاع المدارسة خاصة بيها أو النشاط الاقتصادي اللي فيها يعني مثلا في السويس فيه بترول وغاز فيه حتيها مدارسة خاصة بتكرير الغاز الطبيعي فيه معرفش المحلة فيه سجاد وكده حتيها مدارسة خاصة بيه السجاد والغازل والنسيج وهكذا فن طيب قبل ما نقفل ملف التعليم الفني عايزين بس نصحح مفهوم قد يكون عند بعض الأسر إنه ابني لعبي ومش بتاع مذاكرة وفاشل أودي تعليم فني نقول لهم إيه في الكلام قدية يا فندم ما احنا بنحاول هنا في بنام التعسياتك وبرمك تانية اللي احنا بنصلح الصورة الزهنية لدى أولئي أمور عن التعليم الفني التعليم الفني يمكن يطالب يروحوا فندم يتلاقيوا مجموعة أكبر من سواء العام فهنا الأب أو الأم هنا حيحسوا فعلا إن موضوع ده موضوع مسهل آه رحت إحدى الجامعات التكنولوجية اللي هي بنيها الدولة بعد السنوي الفني والله أستاذها ما لقيتش في أي مكان لقبول أي طالب لما كان يعني رحت قابل طريق الجامعة قال لي إحنا اكتفينا من زمان فيها أجبال جامل جدا وفيها مش هزاقول حريك الدراسة فيها كمان أسهل كمان من السنوي العام إذن التعليم الفني مش للعبيين ولا الفشرة ولا اللي بيذكروش ده بس بيحتاج شباب بمواهب وقدرات مختلفة والمواهب دي مش موجودة للطالب السنوي العام مش موجودة عند طالب السنوي شباب بمواهب وقدرات مختلفة